أياكم والله معانا من جديد في كويت اليوم وفي كويت اليوم أتمنى أن نرى الكويت بملامحها المعمارية التي لفتت أنظار العالم بلا شك بحصادها لجوائز عالمية نقدر أن نقول لكم من خلال ضيوفنا لهذا اليوم أن حصدت مدينة صباح السالم الجامعية جائزة الإنجاز الخاص في نظام المعلومات الجغرافي للعام 2022 من شركة إيزري العالمية حيث تم اختيار الحرم الجامعي الجديد لجامعة دولة الكويت كأحد الجهات التي تميزت بأداءها و إنجازها في استخدام تكنولوجيا و تقنيات و نظم معلوماتية جغرافية باحترافية عالية جدا و لتفاصيل هذا الموضوع و الجائزة و في مصطلحات يمكن البعض يقول شون تقصد بوعلي معاكم و راح عارف خلال ضيوفي و راح بسمكم داخل الستوديو بالاستاذة رحاب صراف رئيس فريق نظم المعلومات الجغرافية بالبرنامج الإنشائي في جامعة الكويت و كذلك ضيفنا الدكتور جاسم العلي مستشار نظم المعلومات الجغرافية في البرنامج الإنشائي كذلك بجامعة الكويت حياكم الله و أهلا و سهلا فيكم و العين أوسع لكم من المكان يا أهلا و مرحبا فيك يا أهلا حياك الله الله يحييك أهلا و سهلا فيكم أبدي معاكم من الجائزة من التتويج هذا الجميل و أبلش معاك دكتور نتكلم عن نبذة شيء مختصرة ما هي هذه الجائزة بالبداية يتقدم بشكر الجزيل لهذه الاستضافة الكريمة و كذلك أهدي هذا الإنجاز و هذه الجائزة و هذا التكريم إلى مقام صاحب السمو أمير البلاد و كذلك و لعهده الأمين هذه الجائزة تعتبر من أعلى الجوائز و أكبرها على مستوى العالم في مجال أنظمة المعلومات الجغرافية التي تقدمها شركة أزري العالمية فبالتالي جامعة الكويت ممثلة بالحرم الجامعي مدينة صباح السالم الجامعية حصدت هذا الإنجاز مع 150 جهة عالمية في مقابل 100 ألف جهة كانت متقدمة لهذه الجائزة فبالتالي هذه الجائزة تعتبر ذات قيمة كبيرة جدا على المستوى الدولي و العالمي في استخدامات هذا النظام في مدينة صباح السالم الجامعية و تعتبر تكنولوجيا حديثة جدا و تستخدم في كافة المجالات و استخداماتها متعددة لا شك إنجاز كبير جدا بحاجة إلى تسويق ضخم بضخامة هذا الإنجاز لذلك أسئلت سيدة ريحاب يعني القيمة العلمية أو الحرافية لهذه الجائزة و أنتم مختصين في هذا الجانب شنو القيمة المضافة لكم؟ طبعا إحنا هذه تكنولوجيا فبالتالي أول شيء يخطر على بالي الواحد أنها تسهل علينا وائد أمور اتخاذ القرار بالدرجة الأولى فأحنا عمليات الانتقال من الحرم القديم إلى الحرم اليديد طبعا اعتمدنا اعتماد كلي على البيانات و الأنظمة لما كنا نغذيها في النظام من بداية المشروع فلسنا نصل إلى مرحلة التشغيل طبعا أعمال الصيانة معتمد عليها أعمال تشغيلية وايد و مثل ما قلت الانتقال من الحرم القديم إلى الحرم اليديد تم من خلال البيانات الموجودة فيه نظام المعلومات الجغرافية ممتاز رائع جدا دكتور حتى في موضوع الواحد لما يحصل على درع و شيء صغير يفرح أي نعم أنت قاعد تقول لي هذه الجائزة من أعرق وأهم الجوائز في هذا المجال و الدخول فيه بحاجة يمكن إلى دراية ما هي المعايير القيم المنافسين يمكن يكون السؤال بطريقته الساذج لكن بحاجة إلى توضيح هل أنت و كنت على دراية و إلا جاءت قلت نشارك و نشوف نصيبنا و تفوقته أعطنا البروسيس حتى تنانول هذه الجائزة الحمد لله رب العالمين هذه الجائزة و هذا الإنجاز جاء من تعب 12 سنة تفوق عن عمد عامل و تعمل فبالتالي بكل أمانة و نقولها مثل ما يقولون بالفم المليان أن مدينة صباح السالم الجامعية تستخدم فيها أنظمة حديثة تفوق جامعات العالم و أنا متأكد من هذا الكلام باستخدام أنظمة المعلومات الجغرافية قد تكون من أفضل الجامعات في استخدام التكنولوجيا الحديثة في كافة المجالات فهذا ما جاء من فراغ جاء من تعب 12 سنة عمل و كذلك تطوير كل تكنولوجيا تظهر أو كل علم جديد يظهر ضمننا مشروع نظم المعلومات الجغرافية عندنا في مدينة صباح السالم الجامعية فبالتالي نحن نواكب التكنولوجيا الحديثة و استخدام هذه التكنولوجيا و تسخيرها لكافة الناس أو العاملين في مدينة صباح السالم الجامعية قد تكون أنظمة المعلومات الجغرافية القاعدة الأساسية لكل المعلومات التي تستخدم الآن للإدارة الجامعية على سبيل المثال الإدارات مثل الإنشاءات والصيانة والأمن والسلامة و عمادة شؤون الطلبة و عمادة القبول والتسجيل هي إدارة المرافق و الأصول كل شيء موجود في مدينة صباح السالم الجامعية له معلومة مكانية وين مكانها و المعلومات التي مرتبطة في هذه المعلومة المكانية فبالتالي لدينا قاعدة أساسية يستخدمها أكثر من 38 ألف طالب بإمكانها يستخدمها و آلاف الموظفين و أعضاء هي التدريس بإمكانهم يستخدمون هذه المعلومات و بدقة متناهية و بسرعة كبيرة نعم يعني حشية لجي تصدر يعني هذا الإنجاز بلا شك وراء أسماء ودنا يعني نقول أسماء الكل لكن فيه جزئية شيئا حتى في المقدمة قلت فيه مصطلحات شوية يمكن تكون غريبة بالنسبة للمشاهدين نتكلم عن دينة صباح السالم الجامعية بين أيضا نضاء قسم النظم الجغرافية وهو جزء من الحوار الذي تناقش فيه و التميز ما هذا القسم ما هذا العلم بذب أنا أتكلم عن القسم سأخذي الدكتور بعدين يشرح بتفصيل أكثر عن نظم معلومات الجغرافية فريقنا طبعا نكون يعني يمكن عشر أشخاص شغالين نحن في هذا الفريق نعم مهامنا اليومية تقتضي أننا نتابع المخططات الهندسية المخططات التي هي الإنشائية التي في المشاريع بالإضافة إلى متابعة الأصول وتسجيلها على النظام و دخالها في قاعدة بيانات طبعا التدقيق عليها و الأمور هذه نعم الحجم البيانات التي نتعامل معها حجم كبير جدا خصوصا أننا كنا من مشروع إنشائي دخلنا في وضعية التشغيل فصار عندنا مشاريع بالتصميم قاعد نتعامل معها و نتعامل مع مشاريع إنشائية و قاعد نتعامل أيضا مع مشاريع أوبريشنال يعني شغالة حاليا فالكمية الداتا التي قاعد نغذي فيها النظام يوميا تدخل علينا و نريد أن نطلع بيانات و نبني عليها أنظمة يعني قاعدة البيانات تبنى عليها أنظمة أنظمة ممكن تفيد الموظفين الجامعة سواء كانوا أعضاء هيئة التدريس أو موظفين أو حتى الطلبة نعم يعني نشوف مثلا نظام على قاعدة البيانات هذه عندنا نظام يستخدمونه لمتابعة أعمال الصيانة هناك أنظمة تستخدم لمتابعة المخازن و الإنفنتوري والذي موجود بالمخزن الذي يدخل و يطلع من المخزن هناك أنظمة خصوص الطلبة التي هو مثلا الواي فايندينج أو الراوتينج داخل المبنى كيف يصل من قاعة إلى قاعة ممكن أننا كلها يمتابعة كلها بالضبط هذه الأنظمة كلها تبنى على البيانات هذه على بيانات قاعدة يعني على قاعدة بيانات المعلومات الجغرافية وهو كذلك بلا شك أن المضع يمشي دقية تاعة عندكم نسبة الخطأ هامش الخطأ ضئيل جدا يعني في مصادر المعلومات طبعا وائد والمدخلات قاعدتين من مجموعة من الناس يعني مجموعة كبيرة نحن نتكلم عن الحرم الجامعي حجمها كبير جدا فبالتالي عدد الناس المستخدمين أو نبدأ ابتداء من المقاولين والاستشارين الموجودين عددهم كبير فبالتالي عندما تتعامل مع جهات مختلفة قاعدت تتعامل مع بيانات مختلفة المصدر ونحن علينا أن نحن نوحدها لأن بالنهاية المستخدم النهائي يريد شيء واحد موحد على المدينة الجامعية كاملة فهذا دورنا يعني أو جزء من دورنا اللي نحن نسوي عساكم على القوة لكن أيضا دكتور بالنسبة لهذا القسم وتفضل سيدريحاب موضوع حتى الأمور التي التشغيلية والخدماتية وتفاصيل كثيرة في منها من فعل فعلا وفي طور التفعيل كذلك ويمكن في أشياء لا تزال يمكن يعني في طور تشغيلها في المستقبل القريب تكلمنا عن حتى هذا القسم تحديد تفاصيل بكل بساطة خليه أتكلم على أساس أوصل المعلومة للمشاهد الكريم كل المعلومة لها ثلاثة أركان لها معلومة خاصة بالمكان والزمان وتفصيل هذه المعلومة مثلا الآن نحن موجودين في هذا الوقت في هذا المكان لهدف معين نعم فنظم المعلومات الجرافية تربط هذه الثلاثة مع بعضهم البعض فمدينة صباح السالم الجامعية نحن نتكلم عن ميجا بروجيكت نحن نتكلم عن مساحة ستة مليون متر مربع يعني إذا تريد تتخيلها بالوصف من دوار الشرطن إلى دوار دسمان هذه مدينة صباح السالم الجامعية وبكل تفاصيلها فيها إنشاءات كثيرة فيها مباني كثيرة وفيها شبكات الكهرباء والماء وغيرها 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 وفيها المرافق وفيها أصول لما نتكلم عن أصول نتكلم عن دقة متناهية سواء اللظاء الأجهزة اللي موجودة الفيرنيتشر غيرها وغيرها فبالتالي هذه كلها أصول تخيل أنت تتعامل مع ملايين المعلومات المعلومة أو الأصول بمكانها هذا كله موجود على خريطة إلكترونية في المدينة صباح السالم الجامعية اللي نسميها بنظم المعلومات الجغرافية وهذه تدخل فيها تكنولوجيا كثيرة يعني مو برنامج واحد عدة برامج متداخلة مع بعضها البعض على الساس نوصل إلى هذه الصورة المتكاملة بمعنى آخر تكامل المعلومات وتقديم هذه المعلومات لكل الموظفين والإدارة الجامعية لإتخاذ غرارات واستخدامها بشكل يعني يومي خلأ أقول في إدارة كل شيء موجود في مدينة صباح السالم الجامعية فضخامة المعلومات هذه وسهولة الحصول على المعلومة هذا مهم جدا الأكسس على هذه المعلومة نعم فإحنا كل هذه المعلومات ميسرة ومسخرة نعم الموضوع مستحق مننا استفاضة أكثر وتفاصيل أكثر لذلك نسمحوا لنا نحن نأخذكم بفقرة أخرى نطلع فاصل بريك صغير ونعود وإياكم والتفاصيل أكثر وأكثر وهذا الإنجاز وهذه الجائزة في هذا العلم وهذا الإبداع في تطبيقه هل نحن نقع ندرسه هل في قسم خاص له هل في إقبال عليه ولا لا بعد الفاصل نعود وإياكم نعم رح نرجع نعيد ونزيد ونستكمل الحوار في إنجاز فخورين فيه بلا شك وكل ما أسمع تفاصيل بالفاصل أقول أحس بداخلي ليش طلع أنا فاصل خلسولف يعني متابعة مستمرة حصاد الكويت بهذه الجامعة وهذا المشروع بجائزة عالمية بنظم معلومات جغرافية متميز أرجع لك أستاذ رحاب يعني وإنتو تسولفون أنا أحس الكرسي قاعد غرفين أنتو شنو شعوركم وإنتو انتو انفول في الموضوع شوف هو يعني يوم وصلني الإيميل أو أذكر أول ما شفت الإيميل قاعدت أقرأ مرة مرتين ثلاث هل هو ترشيح للجائزة لا لما رديت قريتها لا إنه أنوص أنوص هناك جزئين هناك جانب طبعا شخصي وفيه الجانب المتعلق بالدوام فأبدأ بالجانب المتعلق في كوني أنا موظفة طبعا موظفة جامعة الكويت يعني موظفة بجامعة الكويت يعني ردني الشعور هذا يبني شكرا شكرا حق إدارة الجامعة حق إدارتي المدرة كل مسؤولين اللي كانوا واثقين فيني دائما دعميني دائما روحي رحاب جربي ما في مشكلة عادي صح إذا غلطت صوبوني صححوني دائما يوجهوني بس أبدا ما كان ما كان يقولوا لي لا أو ما كان يقولوا لي لا هذا ما يصير أو ما أحد رح يتقبل لا دائما كانوا دعمين حقي زملائي في البرنامج الإنشائي يعني تعجز الكلمات عن شكرهم دائما متعاونين دائما اللي تبيني يصير خلاص أنا عندي مشكلة مع هالمقاول دائما يساعدوني أبدا ما كان في أحد مقلل من قيمة الموضوع أو بحكم أنه نحن تتكلم بواقع نحن كنا في فترة يعني كنا أثناء أو في أثناء العملية يعني الإنشائية التركيز أكثر شيء على أن نخلص ونسلم أنا جزئي أكثر على تشغيلي فكان الفكر في هذاك الوقت أن خلص نطري شوي خلص نخلص وبعدين فأبدا زملائي ممتنى لهم كلهم دائما كانوا أكيد ما يخلل الموضوع أنه في دعم في عقبات معينة حتى تصلوا هذا الإنجاز بس أسمحيلي أبي اللحظة للخبر شنو أول رأيكشن أول ردة فعل أول تصرف سويته أول شخص بلغته أول شخص أعطيني اللحظة هذه لما مخي تستوعب في الموضوع أول شخص بلغته كان دكتور جاسم سويت كابتشر على الإيميل وحطيت إيموجيز تعبر عن عن أشياء بعدين أخذني الموضوع إلى عشر سنين إلى وراء لما أنا كنت طالبة كنت أدرس ماجستير في جامعة الكويت ورشحت حق نفس الجائزة فأنا طبعا الجائزة مثل أذكر دكتور جاسم هي عبارة عن يعني في عدة معايير أو عدة كاتوغوريز فأنا أخذتها لما كنت طالبة فبعد عشر سنين أوقف نفس الوقفة بالضغط وقف نفس الوقفة استلمت الجائزة بس كموظفة في جامعة الكويت فالشعور يعني ما يوصف صراحة نحن شعورنا شعور فخر فيك أمانة وأيضا دكتور يعني بما يخص هذا العلم وهذه الدراسة والتطبيق العملي اليوم في قسم يدرس هذا الموضوع أريد أن أسئلك عن استثمار هذه الجائزة وهذه الخبرة في هذا العلم وفي هذا القسم ومدى إقبال الطلبة وخريجين هذا القسم هل قاعد يتم استثمارهم بشكل جيد وتوجيههم وانخلاطهم في ذات البروسيس هذا كله طبعا عندنا مقرر أو منهج كامل متكامل لأنضمنة المعلومات الجغرافية والاستشار عن بعد في قسم الجغرافية جامعة الكويت لأن أنا عاصرت هذا كله من البداية إلى الآن فعام عفوا 1999 قسم الجغرافية كان قسم حتى بالإعلان كان يقولون ما من نفايدة ولازم يتسكر الله لأنه لا يوجد مجال سوق عمل الخريجين في ذاك المجال فلما جينا نحن جينا من مدرسة تطبيقية وكانت الجامعة أو القسم كان نظري ندرس المواد النظرية في 2002 دخلنا بالمناهج أنظمة المعلومات الجغرافية على مستوى ضيق على مستوى محدود ومن 2002 إلى الآن الآن صار منهج كامل متكامل الطالب يتعلم النظريات الجغرافية بكافة يعني جوانبها سواء الطبيعي أو البشري لأن هذه تفاصيل أنا قد تكلم بشكل عام نعم وفي المقابل قاعد يستخدم أحدث التقنيات والأجهزة في يعني في التعلم والتعليم في هذا الجانب فيطلع الطالب عنده الخلفية العلمية والتقنية في إدارة أي مجال لا علاقة في الجغرافية وكذلك التعرف على التقنيات الحديثة وشكر يعني ودي أشكر كل زملائي اللي موجودين في قسم الجغرافية على هذا الإنجاز كذلك الآن عندنا كوكبة من الدكاترة اللي يدد اللي يو يعني يكملون مسيرة استخدام التكنولوجيا في هذا المجال فبالتالي التكنولوجيا مهمة جدا في هذا المجال قضية استثمار الطلبة للأسف جهات الدولة مو كلها قاعد تستخدم هذا النظام وأنا أتمنى يعني من هذا الصرح أنت رحيو هو قضية الرؤية العامة الشاملة واستثمار الطلبة خصوصا الخريجين اللي فعلا عندهم القدرة الكبيرة من الناحية العلمية والعملية في إدارة كثير من المشاريع في عندنا جهات عندهم أنظمة المعلومات الجغرافية مثل هي العامة للبيئة هي العامة للمعلومات المدنية وزارة الداخلية وزارة الدفاع الإحصاء وهذه بس فيه كذلك جهات أخرى الآن تتطبق مثل المؤسسة العامة للأسكان على سبيل المثال وزارة الأشغال على سبيل المثال وزارة الكهرباء والماء على سبيل المثال فبالتالي فبالتالي نتمنى أن هذه الجهات كلها تستقطب الخريجين للإبداع في العمل والخروج من الروتين العادي إلى استخدام التكنولوجيا وتسهيلها وتبسيطها لعامة لكل المستويات الإدارة على مستوى المؤسسات هذه كذلك لأقصام الموجودة والذي يهمني بالدرجة الأولى توفير المعلومة وتسهيل المعاملات بالنسبة للمواطنين أكيد أرجع إلى موضوع كمية المعلومات وتنسيقها ومثل ما قلنا سهولة الحصول عليها لا الموضوع أبعد من هذا بوايد أو حتى قبل أن نختم أبي أسأل مدى انتقال هذه العدوى الجميلة الناجحة الجبارة إلى جهات مختلفة في الدولة وهو أمر مستحق شرحي لنا أكثر على موضوع الابلكيشن اللي شغالين عليه اللي مو بس المختصين كذلك بالنسبة حتى الطلبة صح أنتم سوين جوجل داخل صح عندنا موبايل أبلكيشن إن شاء الله غريبا راح يكون متاح لاستخدام الطلبة وطبعا جميع مستخدمين للحرم الجامعي مثل ما انت شرحت أو مثل ما قلت نعم هو جوجل داخل ما لون عطي لنا تفاصيل هو فيه طبعا تفاصيل وائد حق الموضوع بس إذا نعم جنرال بشكل عام نحن لنأخذ سيقنال ونحدد الوكيشن مالنا لما نكون برر المباني نأخذ من السيتالي أو من الجي پي اس لما ندخل داخل المبنى هذه سيقنال تنقطع خلص ما تكون موجودة بالتالي نحن الموبايل اللي سونا وطورنا الالغوريثم هذي بحيث تصميمها سنقول معقد فبالتالي السيقنال دائما تكون بلوكت فهذا أكثر شيء أو هذا الكمبوننت الأساسي للموبايل حيث أن الطالب دائما يقدر يحدد موقعه ووجهته ويحدد أيضا وجهته فبالتالي يبي يوصل مكتب دكتور معين أو يبي يوصل قاعة مثلا دراسية أو شيء بدون الحاجة أنه يكون عنده أكسس على جي بي أس أو أي شيء مجرد أنه ينزل الأبليكيشن عنده هو يعطي القايد ويعطي التفاصيل يحدد الوجهة وطبع هناك أيضا أخرى في الأبليكيشن أشياء تجذب الطالب في العادة مثلا نوتيفيكيشن مجرد أنه أحدد الطالب هذا موجود مثلا نقول الآن في المجلس الأمة أحدد أنه فيه في القاعة يطلع نوتيفيكيشن في المكان ينافج أنه طالب يكون مهتم بكافيتيريا بشيء يبحث عنه أي وجه هو بحاجة لها أي وجه داخل المدينة الجامعية هذا أمر راقي صراحة وطبعا أهم يقدم طلب صيانة أو مثلا عنده مشكلة معينة في أي مكان يقدم هذا الطلب عن طريق الأبليكيشن وطبعا يوصلنا للدارات هذا عاد نبي على إجائزة بس في نقطة إضافة على الموضوع هذا عادة الجي بي أس يحدد لك الوجه التي تبيت وصلها ويوقف عند هذا الحد هذا النظام من دقته إذا دخلت المبنى لا يوجد سيغنال يحدد لك الأسنصير الذي تريد أن تذهب ويحدد لك الدور الذي تريد أن تصل من الأسنصير يحدد لك المسار إلى أي مكان أنت تريد أن تذهب سواء مكتب عضوهي التدريس قاعة دراسية ولا هذا فبالتالي يعني حتى الأدور وحتى الدايركشن بدقة متناهية يوصل الطالب أو أي واحد في جامعة يعني مدينة صباح السلام جامعة يوصل إلى الوجه الذي يختار هذا كل هذه التجربة والجائزة والنظام المعلوماتي الجغرافي الإبداعي هذا ما في مشروع فكرة هل تم تواصل معكم انتقال هذه العدوى إلى جهات أخرى اليوم هذا أمر مستحق أنه لا يكون فقط في جهة الكويت لا تحكرون عندكم نبي في جهات أخرى حتى لما كان مباني كبيرة شاهدك ميجا بروجيكت حتى لو على مستوى الصيانة على مستوى الداتا والمعلومات هل في تواصل هل في فكرة طبعا هو تواصلني أنا دائما ركوست أننا نعرض تجربتنا في هذا المجال سواء في الكويت أو حتى من برى الكويت هم تينا ركوست أننا ما هو تجربتنا سنقول الدروس التي استفدناها المشاكل العقبات التي صارت معنا ما سونا عشان نحلها طبعا هناك تواصل وأنا دائما لا نبخل في المعلومة لأننا نطمح أكيد أننا نوصل لهذا المستوى حتى أعلى حتى نفسنا اليوم لأننا نوصل للمعين أكيد أننا نطور طبعا فهذا هم تحدي حقنا فمثل نطلعين ونطلع دائما على أحدث التكنولوجيا والتطبيقات التي تحدث على مستوى العالم طبعا لا نبخل على أحد بالمعلومة أنتوا كدهوا وفعلا مثال يحتذى فيه سواء المحلين وحتى في العالم كله وإذا اطلعت بره لا تأطلع كل أسرارنا خشوا شوية دائما التمييز حقنا دكتور أبي أسئلك على موضوع مستحق اليوم هذا المشروع ماه نهاية المطاف أكيد فيه تطلعات طموحات مستقبلية أبي أسئلك عن الطموحات المستقبلية وإذا كان هناك رسالة مستحقة يجب أن توجه إلى جهات معينة لتدليل أي عقوبات أو مشاكل تعيقكم للوصول إلى أهدافكم طبعا كمشاريع مستقبلية نحن مقدمين على الآن الحرم الجامعي الطبي ولأول مرة نستخدم تكنولوجيا حديثة اللي هو ربط الجانب الهندسي المعماري بأنظمة المعلومات الجغرافية اللي هو في برنامج اسمه بيم اللي هو وربطه مباشرة مع أنظمة المعلومات الجغرافية وهذا علم حديث جديد والآن يتم استخدامه وتطبيقه إن شاء الله في الحرم الطبي إن شاء الله في المستقبل الغريب طموحات ما توقف أنت حد الإنسان مجرد ما يصبح الصبح يذكر رب العالمين يقول الحمد لله رب العالمين أنت طموحات وأنظمة المعلومات الجغرافية بكل يعني صراحة أقول الذل لكل العقوبات تبسط المعلومات تتوفر المعلومات بشكل دقيق وشكل يعني بسيط للمستخدمين أنا أمنيتي إن نشوف عندنا جهة أو مركز وطني نظم معلومات جغرافية كل جهات الدولة تكون ممثلة فيه ويكون فيه تكامل المعلومات لكل جهات الدولة وتوفير وتسهيل المعاملات الرسمية للموظفين مثل ما نشوف في الدول سواء الأقليمية أو الدول الغربية على سبيل المثال بساطة التعامل مع المعلومات وهذا اللي أنا فعلا أتمنى وكذلك الاستثمار بالكوادر الوطنية يعني بكل بكل أمانة الكوادر الوطنية مثل الأستاذ رحاب والفريق اللي قاعد يعملون مفخرة للكويت على سبيل المثال ففي كل الجهات يعني هم كذلك الهيئة العامة المعلومات الجغرافية كلهم طلبتنا اللي خرجناهم وفعلا نفتخر فيهم في كل مؤسسات الدولة بس يتم رعايتهم وعطاهم الفرصة في عملية الإبداع والله يا أخي الكريم أن طلبتنا وشبابنا فيهم الخير ومبدعين متى ما أعطوا هامش من الفرصة والإبداع أكيد يعني غير الأستاذ رحاب الصراف هي مثال فقط لطريق كامل صحي صح أغلقان وقالوا لازم تختم والواحد لا يريد أن يختم أنا كذلك أعطيت أيضا إذا حبت توجهين كلمة وأختمها بسؤال مضايق لشوي بس أعطيت المجال لكلمتك قبل أنا أشكركم أولا على هذه السدافة وتسليط الضوء على الجائزة هذه وأهميتها وطبعا مثل ما قلت أشكر فريقي أنا بدونهم ما أقدر وأشكر الإدارة على تشجيعها دائما حقنا ويعني دعمهم وثقتهم فيني نحن نوصل يعني قدرنا نوصل لهذه هم أشكر إدارات الجامعة التي تتعاون معي يعني دائما أخي نقول في ناس هم اللي قاعد يجربون هم اللي قاعد أجرب فيهم ويعطوني ملاحظاتهم ونتبادل الأفكار ويمكن يصير شد واخذ بينهم بس هم هم مشكورين لأنهم دائما معي ويساعدوني وشكرا لكم وانتو كذلك اللي مشكورين على وجودكم بس كل اللي هز اللي سولفتوا فيه عادنا بينين جرب عادوا نحن نطلع وياحل المعنية اللي تعبوا وشقوا ويمكن يسهروا وعطوا من وقتهم لتنفيذ هذا المشروع ونيل جائزة عالمية اليوم أنا لما ألاقي شخص يصيد بالكاميرا لوجود أي خلل بسيط والتعليقات السلبية الكم ما يدري ويمكن لا يشعر أنه بطريقة أو بأخرى قاعد يكسر طموح أو يجرح صورة جميلة أنتم ترسمونها وتعبانين عليها بعجالة بتعليق السريحة ويرجع للدكتور بختمويا ما شعورت عندما تجد مثل هذه المقابلة طبعا نحن نضايق وائد أنا وزملائي دائما متابعين الأخبار هذه فعلا ضايق لا نرى أن تضحك وحلق لا نحن نحاول كثير ما نقدر أننا نرد مثل ما تفضل الدكتور وهو مشروع نستوعبون نحن نتعامل مع كم عقد مع كثير مقاولين مع يعني لا نستطيع أعطلك الأرقام من كثيرها فقط فأنت لتعامل كل هذا ليس سهل طبعا والبهيفير من الطرف الثاني هم يعني هم يأثر علينا يعني نحن في أمور مثلا تتعلق في الأثاث شوف الأثاث مثلا ليس شيء يتكسر البيهيفير هما للطرف الثاني هم يأثر يعني نحاول نشرح لهم الفريق دائما تلقاهم موجودين في المدينة الجامعية حريص على كل شيء دير بالك على هذا هذا الشديد استخدامه نحاول يعني بس إذا هي هذه نظرتهم يعني نوجه لهم رسالة من خلال المرنامو والله يا سيدتي الخطى يمشي ملكا وإنجازكم اللي حققته هو الرد على كل من يحاول تشويه صورة جميلة دكتور كذلك في ذات النطاق وذات الموضوع شو تقول أنا أقول السلبيات أقل من واحد بالأمية من الإنجازات والعمل الجبار اللي تم يعني الانتهاء منه و بس أكون نقطة مهمة جدا الكل لازم يعرف أن مدينة صباح السان اللي من الجامعية لم تستكمل بشكل كامل فبالتالي أي قصور ولا أي أي سلبيات الآن هي ناتجة عن عدم اكتمال المدينة الجامعية بكل مرافقها وبكل مبانيها وحتى طرقها فأتوقع لما يتم بالنسبة للجامعة هذه السلبيات الصغيرة هذه كلها راح تروح وأرد أقول ترى السلبيات في مقابل إنجازات 0.1% يعني هذا اللي أنا وهم كذلك أطلب من المستخدمين والطلب اللي قاعدين يعني يستخدمون المرافق اللي موجودة في المدينة الجامعة المحافظة عليها ويعني هذا استثمار كبكلة في الدولة مبالغ طائلة لخدمة الجانب الأكاديمي والعلمي ورفع مستوى يعني العلمي للطلبة في الكويت شكرا لكم حضوركم من جديد كانت معنا الأستاذة رحاب الصراف رئيس قسم نظم المعلومات الجغرافية ببرنامج الإنشائي بجامعة الكويت وكذلك هو الدكتور جاسم علي مسشار نظم معلومات الجغرافية والبرنامج الشائي بجامعة الكويت ودخلنا على وقت الأذان ما أقدر أقول الله أكبر على إنجازات شباب الكويت المبدع المخلص بكل كوادرة والواحد مننا أن يرجع طالب من جديد حتى يدرس ويشوف هذا الإبداع إذا العالم قاعد يشوف الكويت وإنجازاتها بنظرة مختلفة عننا فهل البعض مننا بحاجة أن يرتدي نظارة حتى يرى جمالها وجمال إبداع شبابها اللي يسجل بحروف من ذهب في مجالات شتى عالميا فأعتقد بحاجة لأننا نعيد النظر من يديد أو نصحح نظرنا شوي وفي زيارة قادمة إن شاء الله رح تشوفنا بتفاصيل أكثر في القادم الأيام في كويت اليوم خلكم معانا راجع